حفتر لان يطبع في العملة باستومة جاي بمكينة في حوشة غادي وخلاص يطبع فيها لا تكلفه درهما وارقة الخمسين دينار ليبي لا تكلف حفتر درهما لان يطبع فيها يشري بها الدولار حتى بمئة جنيب دينار ليبي يشريها ما عندش إلا أنه لا تكلفه شيء باش يشري كذا رابح هو المولد باش ما يشري رابح هذا ما هوش دفع راسمان وليه وبعدين يجي إلى مصر منك يبقى يبحث كيف يحلها مشاكله ويسدد عليه هذه الغرامات الآن يعني يعطي فيه صقوق حفتة يعني يعطي فيه صقوق يزعم أنه يساعد بها في الجرحة المجرمين اللي قاتلوا معه ويعني قتلوا الأبرياء وقتلوا الشرفاء وقتلوا العلماء وهجروا الناس من ديارهم من بنغازي ومن درنة ومن اجدابهم كذا واعتدوا على طرابس هذا يكرم فيهم الآن يعطي فيه صقوق كل صقوق باربعين ألف شبعين ألف خمسين ألف يعطي فيهم نين التغطية يغطيهم الصديق الكبير من ضريبة 27% هذه حقيقة ما يجد ومع هذا كله ومع هذه التجاوزات ومع هذا الإثم ومع هذه المعاصي ما يتزال السيولة غير موجودة بربك يا مصرف ليبيا الماركة ماذا تنتظر؟ السيولة هل هي موجودة عندكم إذا كانت موجودة لماذا لا تخرج المصارف وتوزع الناس حتى بالبطاقات أمنوا حتى مطاقات وأنتم تزعمون أنكم عملتم منظومات ونظام وكذا وكله لا أصلة ما فيش إلا الفساد للأسف سياسة المصارف فساد في فساد في فساد وتكلم ما شئت في هذا الأمر لا منظومة ولا نظام ولا قانون يحكمهم ولا شيء الناس يعني محرمون من مرتباتهم ومن أموالهم والدولار مازال يزيد ومرة المنظومة توقف ومرة يعتدروا يقولوا والله فيه اعتدام مش عاليه ترجمة نانسي قنقر